مع قطع الاتصالات في منطقة تيغري في شمال اثيوبيا وتضفق اللاجئين عبر الحدود النائية الى السودان المجاور قدم اللاجئون المرعوبون والمنهكون روايات هي الاولى لشهود عيان عن القتال المتواصل في منطقتهم منذ اسبوع وتبدو علامات الصدمة على الكثير من اللاجئين جراء القصف الكثيف الذين يتهمون الجيش الاثيوبي بشنه ويحاول اهل هذه القرى الحدودية في السودان تقديم ما يسعهم من مساعدة للاثيوبيين الا انهم يخشون ان يؤدي وصول الالاف منهم الى استنفاذ مواردهم المحدودة اصلا وحذرت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشلي من احتمال حصول جرائم حرب في منطقة تيغري بشمال اثيوبيا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر